السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته قبل البدء في الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس حتى تتوصل بالمزيد إن شاء الله حسم لاعب موهوب جديد من أصحاب الجنسية المزدوجة الجدل بخصوص مستقبله الدولي ومدى إمكانية تمثيل منتخبة جزائر خلال الفترة المقبلة ويتعلق الأمر بمايكل أوليسي موهبة فريق كريستال بالس الإنجليزي صاحب العشرين عامة والذي أكدت مصادر إعلامية جزائرية أنه أغلق كل الجدل المطار بشأن المنتخب الذي سيحمل ألوانه على الصعيد الدولي وبإمكان المهاجم الموهوب تمثيل أربع منتخبات وهي الجزائر بلد والدته ونيجيريا بلد والده بجانب إنجلاتيرا التي ولد فيها وفرنسا التي قاد فيها طفولته وكشف موقع فينيك فوتبولا ناطق باللغة الفرنسية أن أوليسي اختار تمثيل منتخب فرنسا في المستقبل خاصة أنه يضمح للفوز ببطولة اليورو أو كأس العالم وتألق مايكل أوليسي بشكل لافت خلال منافسات النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي حيث أسهم في سبعة أهداف لصالح كريستال بالس في الدورية الإنجليزية الممتاز بريمين ليك وانعكس هذا التألق على قيمة اللاعب التسويقية التي وصلت لمبلغ 22 مليون يورو في موقع ترانسفير ماركت المختص بتقييم أسعار اللاعبين وداخل الاتحاد الجزائري خلال الفترة الأخيرة في مفاوضات مع عدة مواهب مولودة في أوروبا بهدف إقناعها بتمتيل منتخب محاربي الزهراء ومن أبرز الأسماء المرشحة للتواجد مع منتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي المقبلة كل من حسام عوار ورايان أيت نوري وياسين عدلي